موسيقى التحول اللي حصل النهاردة في تقديم الخدمات خلى البريد المصري دايما يدور على الجديد وكان الهدف الاساسي تقديم خدمات لشباب الشباب المصري يمكن الجيل الكبير شوية عارف البريد المصري وعارف الخدمات اللي بنقدمها لكن النهاردة الشباب وهو ده هدفنا ان احنا نكلمه بنقدمنه الجديد زي ما قدمنا في السابق السنة اللي فاتت تطبيقات زي وصلها تقدم خدمات النهاردة التحالف الكبير اللي بيحصل مع The Entertainer انا بعتقد ان هو نقلة كبيرة في السوق المصري التواجد في مصر كان لازم ييجي عن طريق شراحة قوية جدا فطبعا البريد المصري بانتشاره الكبير في مصر كلها وملاقه الكتار فطبعا ده كان مهم قوي بالنسبة لنا ان احنا يبقى مع البريد المصري الانترتينر ازا الابليكيشن هي ابليكيشن موجودة في اكتر من عشر دول على مستوى العالم شغلها بسيط جدا تكنولوجيا بتاعتها ان الناس بتقدر بطريقة تكنولوجيا معينة تحصل على عروض وتحصل على اسعار وتعيش عيشها احنا بنسميها سمارتال لايف انك انت بتعيش عيشها اسكا هو سمارتال لايف ازاي النهاردة لابدا ما تروح اختلف مكان بتصرفúpعي عشرة لو صرفت خمسة ده افضل لأسرتك افضل لولادك وافضل للمستعبلك لو اتعودت علي كده كمان انترتينر هي ابليكيشن بتساعد الناس لو تتعيش حياة سمارتر غير التكنولوجيا يلي بتتقدم سواء التكنولوجيا بتى ال ebenness التكنولوجيا بتاعت ال data التكنولوجيا بتاعت ال data analytics التكنولوجيا بتاعت الماركتينج التكنولوجيا بتاعت content creation كل التكنولوجيز ديت طبعا ديت هتبقى موجودة في مصر وهتبقى موجودة مع شرقاتنا من البريد المصري فهو ده اللي احنا منحاول نقدم ونحاول نقدم تكنولوجي نقدم حاجة جديدة للسوق المصري نقدم حاجة الناس مش متعودة عليها وإن شاء الله ان مصر هتبقى سوق كبير قوي للإنترتينر و للتكنولوجي دي إن شاء الله برنامج دي إنترتينر لو في عجالة كده هقول حضرتك أنه هو واحد من أكبر البرامج المتخصصة في الخصومات وتقديم برامج الخصومات والمكافئات وتقديم برامج الولاء للمواطنين بتعمل في أكتر من عشر دول على مستوى العالم يمكن السنة اللي فاتت عمل رقم كبير جدا في توفير قرابة المليار دولار عندنا النهاردة في مصر مع البريد المصري يدلنا أن احنا نعمل شراكة من خلال مع أكتر من 600 متجر هيقدم خصومات للمواطن المصري عن طريق الابليكيشن طبعا بندعو كل الناس لأنها فعلا تجرب البرنامج لأنه برنامج هام جدا بيساعدك في كل الحاجات اللي انت تقدر تشتريها في الأكل في الشرب في المطاعم في المحلات في المستشفىات في كل حاجة في كل المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها هتلاقي ان الابليكيشن بيقدم لك خصومات مهمة جدا من خلال ده دايما لما تسأل أي حد ليه علاقة أو متخصص في الاقتصاد تقوله إزاي نقدر نعبر من هذه الأزمة زينا تخطأ أزمة التضخم أزمة العملة يقول لحضرتك السبيل الوحيد هو أن احنا نرفع من صدراتنا هو أن احنا نزود من صدراتنا في هدف الحكومة حطاء أو الدولة حطاء في خلال ثلاث سنين نوصل لمئة مليار دولار صدرات سلعية احنا وصلين لفين دلوقتي؟ احنا وصلين تقريبا لنص الطريق وصلين حسب سنة 22 سنة الفاتت لحوالي 51 مليون وكسور السنة اللي قبلها كنا حوالي 43 مليون يعني فيه معدل زيادة 18% في حين أن المعدل اللي محطوط أن احنا نوصله سنويا لا يقل عن 15% زيادة سنوية في معدل الصدرات يعني نقدر نقول أن احنا مشينا السنة اللي فاتت حققنا الطرجة زي ما بيقولوا أو المستهدف وزيادة الفكرة أن احنا نقدر نستمر على هذا النمط لو ما زودناش كمان لو ما صرعناش من وطيرة التصدير ده هيبقى هدف كويس جدا أن احنا نزود من هذه الوطيرة عشان بالتالي نقلل المدة الزمنية ونقلل الأعباء إزاي نوصل لده إزاي نحقق المستهدف ده وفي المقابل يكون فيه ترشيد في مسألة الاستيراد يكون فيه ترشيد في مسألة الاستيراد أعتقد ده شيء مهم جدا جدا لازم الحقيقة أن احنا نتحدث فيه ونشوف إيه السبيل إليه برحب بستطلوع عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصدرات والواردات ستطلوع عصام أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك فأهلا شاف إزاي الهدف وزاي احنا ماشيين في الطريق الصحيح ليه إن شاء الله احنا ماشيين في الطريق يمكن آخر قرار طالع لمعالي وزير التجارة والصناعة اللي هو قرار 283 وقرار 284 283 بيقول هو قيام الهيئة العامة للرقابة على الصدرات والواردات بإنشاء نظام إدارة مخاطر للواردات المصرية بمعنى بمعنى نحكي الأول المصنع كان إزاي الأول ونشوف ده هيسهل إزاي لأن معظم الواردات المصرية سواء داخلها هي مستزم إنتاج داخل المصنع فبالتالي هتزود الصدرات المصرية وتقلل التكلفة على المصنع أو سلعة جاية مباشرة للجمهور وبالتالي هيقلل التكلفة للجمهور إحنا الأول عندنا تلات مراحل للفحص في الهيئة أو في أي مكان الفحص المستندي الأول بنراجع مستندات الرسالة نشوفها هي مطبقة للقواعد وقرارات منظمة للإتجارة الخارجية ولا الثاني مرحلة هو الفحص الظاهري أن الحاوية أو الطرد بينزل على الأرض ويبدأ الفواحص سواء الحاوية دي كانت حاوية واحدة أو عشر حاويات أو طرد أو طردين وينزل في الأرض ويبدأ الفواحص يطلع على حاجة بر الحاوية ويبدأ يفحص ظاهري يتأكد من البيانات الموجودة على الرسالة مطبقة تماماً للبيانات الموجودة في المستندات وكذلك يتأكد من البيانات الظاهرية الموجودة على السلعة هي مطبقة للمواصفة القياسية المصرية دالة مرحلة لنأخذ عينة من هذه الرسالة ودخلها معامل للاختبار عشان يتأكد أن هي مطبقة لاختبارات الأمان أو اختبارات الأداء اللي برضو موجودة في المواصفات القياسية سواء المصرية أو العالمية دي أي سلعة؟ أي سلعة جاي من بره؟ بيأخذ العينة ونخلي صاحب هذه الرسالة يأخذ نقله تخزين خارج الميناء بس مقدش يتصرف في هذه السلعة نهائية غير اللي بينتهي يطلع التخارج الاختبار المعمري ويطلع مطبقة طمع فبالتالي هذا كان بسبب تأخير في المصانع تأخير لمفزمة الانتاج فاكتم العرضة على المعالي وزير التجارة والصناعة وتشكلنا لجنة احنا وقتعها التجارة الخارجية وتم صدور هذا القرار اللي هو 283 عشان القرار يتطبق لـ 23 23 دي استصادر الشهر اللي فات عشان القرار يتطبق لازم فننقرر للبعدين 284 ان تشكل لجنة من الهيئة العامة للقبع عصرات وردات وقتع التجارة الخارجية واتحاد الصناعات واتحاد العمل وغروف تجارية عشان يضعوا قواعد لهذه إدارة المخاطر طم لحين بقى إنشاء هذه القواعد هتاخد فترة لغا دي شاءها فقلنا لأ المجموعة اللي موجودة في مصطحة الجمارك المشاغل الاقتصادي المعتمد دي مجموعة من الشركات منضبطة في مصطحة الجمارك واخد اتصدقات أمنية لها وفي مجموعة عندنا مسجلة للفحص الظاهري فقط لغير في 24 هذه المجموعة ممكن تطبق عليها الفحص المستند فقط لغير طم التطبيق من يوم الحد 3-9 اللي فات وتم الإفراجة على عدد كبير من الرسائل بالفحص المستند فقط طبعا ده وفر وقت كبير جدا فحص المستند دي بس من خلال المستندات اللي المستورد بعتها الهيئة مش محتاجة أنزل بقى كونتينر وابص أنا وصل في الرسالة دي وصل في هذا اللي هو موجود في المشاغل للفحص المعتمد في مصطحة الجمارك ومسجل عندي إنه هو لم يتم رفض أي رسالة لمدة سنة سابقة ما عندوش سابقة ما عندوش سابقة فبالتالي أنا بوفر له وقت كبير جدا بوفر له تكلفة لأن طبعا الرسالة موجودة في المين بيدفع أرضيات بيدفع غرمات كده بيتحمل على سعر السلعة لما يجي صدر ما يعرفش نفس نفس القصة أو هي سلعة جاية للإتجار مشارطة بحمل لمستالك مصاريف زيادة مصبوك فبالتالي كل ده احنا بنوفره على المستالك المصري وبنتنساعد على زيادة صدرات المصرية كل ما كان السعر منافس أكيد صدرات المصرية ماهي كمدخلات إنتاج أنا محتاجها عشان أصنع وعشان أصدر أكيد طبعا فلو أخرتها علي السوق هيروح مني لو زودت التكاليف علي السلعة هتزيد سعرها مش هارف نفس بيها أكيد طبعا فهو ده كانت قراريين الموجودين وده صحي كتير جدا في إجراءات ده كمان في بعض رسائل تم الإفراج عنها قبل ما الرسالة وصل للميناء حاجة اسمها الإفراج المسبق لو هو تقدم بالإفراج المسبق احنا ممكن نفرج على الرسالة وهي لسه أصلا في البحر ده خالية تسجيل مسبق للشحنات وهو بتقدم إنه عايز يعمل إفراج مسبق أيوة ففي الحالة دي احنا ممكن نفرج على الرسالة وهي موجودة أصلا في الميناء فطبعا ده الإفراج السريع ده هيؤدي إلى تقليل التكلفة سواء للصدرات أو الوردة طيب تعميم ده بقى على خصوصا وانا بكلم على مسلزمات الانتاج وده شيء لغين عنه أو السلع الضررية الاستراتيجية أهمية يعني الأي مدى هي معممة على النمط ضمن السلع هي معممة على كل السلع بدل هو هايزة 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 الشركة مسجلة في المشاغل الساد مطمد لمسطحة الجبارك ومسجلة عندي فهو هيتطبق عليه زبق ده المخاطر طب التسجيل ده هل ده بياخد وقت هل ده بياخد مجهود هل بيحتاج مستندات بالنسبة للهيئة بالنسبة للهيئة عندنا كل هذه المستندات موجودة على الموقع الهيئة ولازم يكون قاعد سنة لم يتم رفض الهيئة عايزة تأكد انه هو ملتزم تبقى للقواعد والاجراءات اللي عندنا بيستورد وما ترفضلوش ترفضوش رسالة فهو مروش سابقة عندي فبالتالي بيسجله وبيطبق عليه نظام إدارة المخاطر يعني كل فترة ياخد منه وتبقى نظام الهيئة في الهيئة عندنا بياخد منه العينة عشوائية تم القبول العينة خلاص بيكمل معايا طب لو حصل ترفضوش رسالة بنديره انذار اتفضوش رسالة تانية بوقفه سنة عن هذه الاستراد لا لا مش عن الاستراد عن هذه الميزة هو يستورد عادي بس يتطبق عليه يتطبق عليه الشروط الشروط العادية تمام إنما الإفراج السريع ده أو لفعل المسبق مش يتطبع عليه لأنه عنده مخالفة لأنه عنده مخالفة طيب فكرة تأثير ده متوقع إيه على قطع الانتاج أو قطع الغيار الضروري يعني مثلا تروح مثلا أي حاجة تقوله عايز قطع الغيار لكم في السيارات بيقولك لا مش موجودة لسه ما جاتش في الإجراءات في الميناء إلى أي مدى ده هيفك السوق طبعا ده هيفك كتير جدا ستك نقول لستك أن مثلا الرسالة ممكن تقعد خمس ست سبع تيام مثلا في الميناء الوقت مفرق على فتاعتين زمن لو تطبق على هذا لو هو داخل في هذه الشريحة خلال ساعتين فقط لو الفحص المستنري بتنبق فجأة رسالة يعني نسبة تناسب كم في المية تقريبا من المستوردين أو المصنعين خضعين للميزة هو مش كم في المية خضعين كم الشير بتاعهم في السوق هي مش كلا حصتهم في السوق أو تأثيرهم في السوق هو ده الميزة احنا لو وصلنا لغاية 50% فدي ميزة كويسة جدا احنا وصل بهم 50% من الوارد لأنها اضطر لأنها ساعتها هقدر أفحص 50% التانيين بصورة جيدة جميع الدول اللي طبقت إدارة المخاطر تم ضبط رسائل مخالفة أكتر من أنه طبق إدارة المخاطر طيب الجزئات التانية ممكن نقوله حضرتك طب ما أنا أخاف أن يتصرب حاجات أو تتصرب بضائع غير مطابقة مثلا للمواصفات من خلال الميزة دي فدي ما هو إدارة المخاطر ده متكامل فدي إدارة المخاطر على الحدود وتتبع ولسوق ولسوق الدخلي فبالتالي أنا متابعة هذه الرجل سليا هذه جماعة هذه الشركات لو دخل بلغات التصنيع هيترقب عليه هيترقب عليه هيترقب عليه فبالتالي هو كده كده موجود معنا فتتبع موجود والإدارة ولسوق الدخلي موجود وبالتالي أنا مش حقيق مش يعني مش هتخش سلع غير طبع المواصفات طيب كان فيه أحيانا كتير كنا بنسمع لا يا جماعة احنا محتاجين نحد من السلع الغير ضرورية في مسألة الاستراد تلاقي مثلا في بعض المواسم يقولك بنستورد ما عرفش اللعب أطفال أو هدايا في عيد الحب بملايين الدولارات مش عارف بنستورد ايه حاجات يمكن الاستغناء عنها وليها مقابل محلي إلى أي مدى فيه تشريعات ممكن تقلل من هذا الأمر ولو حتى لفترة محدودة ستك أنت بوقع باقعة في التجارة الحرة في التجارة الدولية فبالتالي ما تقدرش تمنع حاجة قدما أنت بدكوت توطين الصناعة وده اللي شغال تجارة وصناعة الحاليا ما تقدرش تمنع درجوه المسأل أقلل نسبة السلعة دي الجالم من الحتة الفلانية دبعنا أنا أقدر أوطن الصناعة اقدر وده اللي شغال يفوط تجارة وصناعة حاليا اللي هي وفر 1055 صناعة محلي ترمية الصدرات ده جزء مهم جدا فيه حوافز للمصدرين فيه اعفاءات فيه امور من دي شايف ازاي القبر ده ستلو عصام فيه اطار احنا بيحتاجين نزود الحصة بتاعتنا زاد من نسبة 18% في 22 المطاقف 23 مفترض يبقى هذا الرقم او اكتر فالى اي مادة حراك شايف ان فيه فعلا الفرص او المنح الممنوحة للمصدرين فعلا جايبة نتيجة طب انا اقول السادتك احنا الهيئة عندنا عاملة ايه عشان تساعد المصدرين على زيادة صدراتهم فضل احنا الهيئة بقى من 2018 وهي بتطور المعاملة الخاصة بها مفيش اي حد هيصدر سلعة غير يكون متبقى للمواصفات والمقييس وقارات الدولة الاخرى اي سلعة اي سلعة زي ما انا بطبق زي ما انا بطبق المواصفات القياسية على السلعة الورداني الدول الاخرى بتطبق المواصفات والمقييس الخاصة بتاعتها اول ما السلعة بتروح لاب بلدها اللي هي راح بلدها فبالتالي لازم تكون السلعة بتاعتي متبقى للمواصفات والمقييس الخاصة بالدول يا حرج بتشايك عليه قبل ما تخرج من عندك مش بشايك عليها أنا بوفر له المعمل للاختبار أدي له شهادة معتمدة يقدر بها يهدخل بيها السلعة بتاعته البلد كان الأول لو ما فيش المعامل هذه المعتمدة أو المعامل دي الموجودة كان هو بيضطر المصدر يصدر السلعة دي لبرة تختبر برة وتيجي تالي عشان ياخد شهادة معتمدة فكل ده تكلفة عالية جدا أيوة ومخاطئ بتكلم على خضار بتكلم على فكة بتكلم على مواد غذائية ما تستحملش كل ده فبالتالي وجود هذه المعامل حاليا في مصر والمعامل المعتمدة الدولي فبتوفر كتير جدا على المصدر بنوفر تكلفة عالية جدا بيعرف نفس على السوق نفس برة طب احنا عملنا إيه احنا كان عندنا مثلا من سنتين الهيئة كان معتمدين في 1080 اختبار حاليا بقى أكتر من 3000 اختبار بقى عندنا تلتمية عمل مختلف وجود المعامل دي كم معمل فن في مصر؟ تلتمية معمل مختلف تلتمية معمل مختلف في عموم مصر في كل المواني المصرية احنا بدأنا 2018 كان فيه اعرضنا خطة على دولة دولة ديس مركز وزراء بتلتمية وستين مليون جنيه على ثلاث سنين لتطوير الأجهزة الموجودة في المعامل خلصنا في 2021 كان فخامة الرئيس أمر بإنشاء معامل مركزية في كل المواني اللي ما فيهاش معامل أنشأناها بتكلفة حوالي مليار ومثل وخمسين مليون جنيه المعامل اتنشأت بري بحري جوي كل المواني الرئيسية للدولة اللي هي بتمثل حوالي ستين في مين مورد لما انشأنا زي المعامل برضو كان لازم تب معامل ديتها وتكون معتمدة عشان تدي شهادة معتمدة عشان تتقبل بر بدأنا في هذا النفس بالتوازي في إنشاء المعامل باعتماد هذه المعامل حاليا معتمدين في أكثر من 3 اختبار دخلنا في حاجات كانتش موجودة الأول زي كان بعض الدول مثلا في الحاجات القابلة للتحلل بلاس قابل للتحلل زي المنظفات قابلة للتحلل زي علامة الإيكو على الملابس كل ده المعامل دي اعتمدناها اعتمدنا بطاقات ترشيد الطاقة للأجهزة المنزلية عشان تصدر برك الأجهزة المالية عشان تزود الصدرات للأجهزة المنزلية بدأنا إنشأنا المعامل الخاصة بترشيد المية لإن فيه معظم الأجهزة الصحية الموجودة داخل المنازل لازم لها بطاقة ترشيد المية فمن تختبيرها عندنا إنشأنا هذه المعامل أنشأنا معامل خاصة بالتحلل الحيوان للمنتجات تعافي ستاك أن كل موضوع الكربون حاليا الكربون والقصة دي حاليا بدأنا عشان يزبيق دي كلها إحنا عندنا ديش ترطات الدول بره بتشتريطها لازم المنتج المصري تكون موفرها للمصابل عشان يعرف يصدر يعرف يصدر الفريون مثلا داخل المصري لازم يكون مطابق فيت مونتريال أنشأنا معامل خاصة بالفريون بكل المعامل اللي عندنا حاليا في اتجاه كلها تبقى معتمدة عشان نساعد المصدرين أنه هو يصدر بره يعني إحنا في الفترة القادمة لقينا برضو الملابس المركات العلمية في الملابس بتتطلب شروط معينة للتصدير أن المصنع بتاع الملابس يكون متوافق بيئيا مع البيئة المحوتة بيئيا المصنع؟ المصنع نفسه متوافق بيئيا يعني مثلا عام المصنع في العشر من رمضان ولا في بدر ما يصرفش صرف الصناعي بتاعه ملابس وجلود عشان بتنتج مواد صبغات وحاجات ذاته ما يصرفش صرف الصناعي بتاعه في الصرف الصناعي رغم أنه هو البنطلون ده هيتسافر البنطلون ده سليم بس أنت أسأت البيئة لكن هو بيدور على البيئة اللي فيها المصنع فإحنا حاليا بتعاقل يعني في عدد منظمات زي ZDHC والجودس والLWG كان الشركات دي بتتكلف برضو مصاريف بالعملة الصعبة كتير جدا عشان تصدر لدور خارجية تتفحص فيها حاليا المعامل دي في آخر السنة هكون موجودة إن شاء الله عشان نوفر على المصدر المصري إن هو يصدر البنات التجارة الخارجية اللي عندنا حيب نوفر كل البنات التجارة الخارجية من 2005 للمصدر يقدر يفهم بقيمة تراصة الجدوى المناسبة هو بيصدر لفين طب السلعة دي بتصدر ولا لأ موجودة للمصدر دي قاعدة بيانات قاعدة بيانات موجودة من 2005 يعني أي مصدر يقدر يطفر سلعاته دي اللي يصفرها فين وينفس بها إزاي برة كل بيانات التجارة يعني هو ع bound而 Idy طبعا التفعادة موجود عشان ما قدر وفرهاده بدأنا نشتغل مع مجالة التصديرية de ndень كان في بعض صغار المصدرين مش عارفين التفعاية استفيده جلا من التفعیا روحت للمجال التصديرية وقعدنا من فهمناه بدأنا نشرح لهم الهاتفائيات عشان يعرف يستفيد من التفعاية ازاي كان المصدر كان مثلا عندنا من 27 احنا مغدين على تجارة الحرمع اوروبا كان المصدر الروبي بيستفيد من هذه التفقية إنه بيجييني شهادة يوروان الشهادة دي محتاجش شهادة المنشأ أي سلعة بتصدر للخارج لازم لها شهادة منشأ عشان نقول إن السلعة دي منشأها في الدولة حقيقي برضو عرضنا على معالي الوزير في شهادة عشر كان بيبعث لنا باليوروان وإنا لازم طلع على شهادة منشأ طبعا لي ماخدش الميزة في شهادة عشر اللي فات عرضنا على معالي الوزير بين واحد وواحد اللي فات ده بدأنا نسجل المصدر المعتمد عندنا نرف الهيئة وبدأ المصدر المعتمد ياخد شهادة مباشرة من مصناعة الصدر بيها زي زي مصدر أوروبي قال لإنه عليه التكلفة أكيد طيب دي مزايا ناس كتير حياة ممكن ما تكونش تعرفها كل اللي نحن بس نتكلم فيه إنه في عقبات أمام المصدرين في بيروقراطية أمام المصدرين في عقبات لكن أحراج بتتكلم على مزايا الحقيقة هي مش من فترة طويلة معظمهم في جزء من فترة طويلة لكن قد إيه المجتمع التصنيع أو مجتمع الصناعة في مصر على واعي يبدأ عشان كده إحنا على طول دائما وأبدا مع المجالسة التصدرية مع التحدي الصناعات في الاجتماعات بتاعتنا مع التحدي عمي غرفة تجرية إحنا على طول اجتماعات معهم بنشرح لهم من موضوع وإحنا وصلنا لغاية فين وإحنا وصلنا لغاية يعني فيه اجتماعات دورية مع المعجل الصناعات الهندسية ده من أعلى نسب الصدرات عشان نحصل على علامة الجي مارك بتاعت الدول الخليج عشان الأجهزة الكربائية ومعتمدية في بعض الموصفات الخليجية عشان يقدر يصدر حاجته بدل ما يتحمل هو صفر السلعة بتاعته أو الصنف بتاعه اللي خارج يتمت بره وييجي هيتمت في مره راح يبحث فون كونج ولا يبحث مش عارف فيه تكلفة عالية عاجدنا عليه طبق ومع يرجع يصدرها تاني من فبالتالي أنا عشان أنا موفر له مع ما ده معتمد اللي وفره الصدراء أنشأنا عندنا وحدة تسليع من المصدرين كان بعض المصدرين بيبقى عنده مشكلة بره ومش عارف يعمل فيها إيه أنشأنا الوحدة دي فيها رقم واتسب وإيميل يقدر في أي وقت يبعت المشكلة بتاعته سواء مع جهات حكومية أو جهات غير حكومية ومنسعج وساعدنا كتير في هذا الموضوع أنا عايز أقول الحركة أنا كن شاهد على واحد من المعارض في أحد الدول الأفريقية مصنع مصري محترم للأجهزة الكهربائية راح عمل المعرض بتاعه في ظرف ثلاث ساعات كان كل الأجهزة الكهربائية اللي موقع حركة تتخيلها اتشلت اتسحبت فبسأله بقوله طب أنت ليه ما جبتش معاك صلحة أكتر قال ليه أنا أنا هجيبها في مخاطر وتكاليف ولولا قدر ما تبعيدش أنا عشان أرجعش حينها فهيبقى تكليفة فهتر أسيبها إزاي بتساعده المصدر في جزئية زي دي حلوله عقبة زي دي بنساعده مصدر بالتعاون مع التمثيل التجاري نحن دفعنا كوزار التجاري فيها عندنا قطاعات مختلفة لازم كلها بتعامل في خطة واحدة فقطاع التمثيل التجاري بيوفر هذه البيانات بالكامل وبالتالي احنا في معظم المعارض احنا مشتركين فيها معظم المعارض احنا موجودين فيها بنشرح للمصدر المطلوب عشان يصدر لدرجة ان فيه بعض زهار المصدرين بعد زهار المصدرين ممكن بيجيب لي سلعة هو مش عايب ده هتقبل في الدولة الاخرى لا بيجيب هالي فبقوله اجيب له المواصفة طاعت البرد الاخرى واختبر له السلعة دي عنده في المعمل وقوله لا مش في طبقة للدولة دي حسن حسن فيها ويجيب هالي تاني اختبر هاله بس هي كده مظبوطة تفضل صدرها يصدرها بترجعش تاني فانه هو اتأكد قصر طبقة هو ممكن ما يبقاش عارف طب انا عايز اصدر دي للدولة سين بس معرفش ايه الطريقة طب اتواصل مع مين هناك فلوس اخدها ازاي الورقة خلصوا ازاي الضمانة يعني حاجات امور بتبقى كتير اوي في تفكيره حتى لو مطابقة هو ده التنسيب مع مجالسة التزرية عشان كده احنا بلعب في واحدة ساعة المصدرين اول واحدة ساعة 1665 هو بييجي عندي بقوله بقوله الجزء الخاص بالهيئة اللي هو ازاي يصدر منتج مطابق للموصفات القياسية ده والاخرى وبديله الشهادات المعتمدة عايش يصدر بيها يعني مسلا في بعض الدول اللي بتطلب الشهادات اسمها الفريسيال البيع الحر هي عايز اتأكد ان السلعة دي ساتك سامح بتوجدها في السوق بتاعك انت في السوق المصري عشان تقوم بتصدرها مثلا فالهيئة عندي مسؤولة عن اصدار هذه الشهادة للسلعة الصناعية كان دي مشكلة من حوالي سنة ونحدش كان عارف منه لما ربنا على معالي الوزير صد اللي هيئة بمسؤولة طلعنا كم الشهادة عادة كبير جدا مش شهادة دلوقتي كنت زيادة في الصدرات المصرية كلها بتزود الصدرات بتزود الفسلات او الاجراءات الخاصة التسلات اللي خاصة بالمصدرين هو بيزود صدراته اكيد اكيد طيب ايه اكتر القطاعات الحرق شاف ان بالفعل خدال السنة سنتين ثلاثة اللي فاتوا لا واعد وان ما شاء الله المصنعين فيها بيصدروا والاسواق مفتوحة لهم هي ما عصب القطاعات كنت قلت كده قبل للزيادة وزيادة فعلا السنة اللي فات سواء قطاعات الصناعات الهندسية قطاعات مواد البناء قطاعات مواد الكيميائية قطاعات الحصارات الزراعية الصناعات الغذائية اللي قناعة من لامس الجهزة كل القطاعات دي السنة اللي فات صادرات سنوياً 100 مليار دولار حال شافهم مش بعيد مش بعيد خالص وإحنا نفقد نتدم أكتر من كده كمان وإن شاء الله مصر قادر أكتر من كده نقدر نحن نوصل أكتر من 100 مليار دولار وإن شاء الله وفقاً للسوق المصري والصناعة المصرية حركة تتوقع حجم صادراتنا مفروض يكون قد إيه حجم صادراتنا؟ السنة دي أكتر من 100 لا مش السنة دي يعني عموماً المفترض بقوة المجتمع المصري وقوة المالية الموجودة فيه والخبرات الصناعة الموجودة فيه لا يقل عن 100 مليار لا يقل عن 100 مليار تتوقع حركة السنة دي ما نقلش عن 60 حاجة و60 مليار نأمل تلك إن شاء الله هل اتأثرتوا بالإجراءات الأخيرة الخاصة بسعر الصرف الخاصة بسنة سنة الإمداد هل تتكرت ممكن تسمع السنة دي بسالب ولا ما تتوقعش ما تتوقعش إن شاء الله طيب ممكن بعض تتوقع أو يقول عفواً يعني معقولة يعني كل الصورة وردية مفيش عقبات مفيش لسه حاجات بتواجهنا وخصوم في مسألة التصدير لا في عقبات تبعات زي إيه فأنا زي مثلا زي شهادة خفض الكربون تاعت الانتحاد الأوروبي هتعاملها على أكتر خمس سلة عندك بتصدق إحنا بدأنا بقالنا فترة كبيرة جدا وشغالين في هذا التوقع متحاد الصناعات وكان لسه فيك تمام أقرأي مع مجموعة كبيرة علشان التوافق مع هذه الزرقات الخاصة من بعثات الكربون خاصة من ساتك اللازم تشاهد اللي هي ضريبة الكربون ضريبة الكربون هو يسعى خمس سلة عن ساتك الأسمدة والألمونيا والحديد والجارجين الأخضر الخمس أصناف اللي هم أكتر تصدرات لأوروبا أساساً فبالتالي إحنا بدأت بتعامل مع هذا الموضوع طبعاً فيك جزء تفاوضي ده خارج الخارجية والتنفيذ تجاري طيب عشان الناس تبقى فيه ضريبة الكربون على مثلا منتجات ألمونيوم اللي هي إيه؟ إن انت ساتك لازم تخفض الانبعثات الكربونية الخاصة بالتصنيع بتاعي خلال فترة القادمة فهو بيفتش على المصنع بيفتش على المصنع هو فيه جهة تبقى مجهة معتمدة عنده تقول إن المصنع ده خفض انتاجه من الخفض الانبعثات الكربونية عشان يقول ساتك إيه؟ يعني بننشي معمل حالياً خاص بالتحال الحيوي للمنتجات الخاص بننشي وحدة للقياس الانبعثات الكربونية عشان نوفر هذا الجزء الموجود طيب في حال موجود شكاوى إزاي المصادر بيتواصل أو حتى المصادر بيتواصل مع حضرتك؟ إحنا عدنا في الهيئة أكتر من حاجة فيه الكل سنتر ده شغال بثلاث لغيات باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية وعليون الفرنسية عشان الدول الأفريقية مزاد فموجود الموقع الإلكتروني موجود برضو بالثلاث لغيات وفيه من الإسر نحن نجيب فيه عندنا خدمة المواطنين ده شغال بيقابل أي حد عنده شكوى التواجد الدائما وأبدا بيحل كتير جد جدا والمشاكل إنما الكل سنتر شغال البقع الإلكتروني شغال خدمة المواطنين شغالة كل ده بيقيت تواصل في أي وقت عندنا الحقيقة الحديث مع حضرتك أبدأ إيه يدعو فعلا للثقة مش تفاعل مش مسألة انطبعات ولكن أبتكلم على حاجات على الأرض بتحصل حاجات على الأرض تغيرت فالحقيقة كل كلام فعلا بيدعو الثقة على أرض صلبة إن إن شاء الله أكبر قدر خلال فترة جاية من الصادرات أو من المستعدة في المئة مليار دولار خلال ثلاث سنين بإذنة بفضل منهم ممكن سنة فيه وكل اللي بيحصل ده في الهيئة عندنا بفضل ورد البشرية بتاعت الهيئة ما كانتش موجودة وتقدر تشتغل في هذا الموضوع أكيد ما كانتش هي وصندة للتعاون ده مع سواء المصدرين أو المستوارين أكيد أنا بشكر سيئتك شكرا جزيلا ستلو عصام النجار رئيس أئة الرقابة على الصدرات والوردات حقيقة كل شكر لحضرتك وجهد الحقيقة عظيم جدا من تمزلك شكرا جزيلا شكرا جزيلا أزان حضرتكم نخرج لفاصل وبعد الفاصل هنعيد على حضرتكم لقاء مسجل مع فضلات الدكتور علي جمعة وبإذن الله سبت الجاي هيكون معنا في الأستدر نراكم بعض الفاصل أرجوكم خليكم معنا خطة طموحة وضعتها الدولة المصرية للوصول بالصادرات بحلول عام 2025 لمائة مليار دولار ولتحقيق هذا الهدف تبذل الدولة جهودا حثيثة للارتقاء بالصادرات المصرية من خلال تطوير الخدرات التصدرية للمصدرين والترويج للصادرات في الأسواق الخارجية بالتنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة وجهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المصرية في الخارج مع تحقيق الجودة بقطاع التصدير والارتقاء بالقدرات التنافسية للمنتجات المصرية وتعزيز الاقتصاد القومي والتجارة الدولية وذلك بدعم الصادرات حتى تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية وذلك لدخول المنتجات المصرية بشكل تنافسي إلى الأسواق العالمية ولتسهيل هذه الأهداف عملت الدولة على إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالمعرفة ورفع الوعي التصديري مع توفير كل ما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية بتقديم الخبرات والدعم الفني لهذه الشركات وفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارة الأوروبية والإفريقية مع أسواق الدول العربية ومساندة الشحن البري والبحري والجوية للصادرات وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت الصادرات المصرية خلال عام 2022 نحو 51.6 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 8 مليار دولار وتعمل الدولة على عمل قفزة تصديرية خلال العامين المقبلين بتنويع الصادرات الزراعية والصناعية مع الدخول في مجالات جديدة بتنفيذ برامج طموحة لمساندة قطاعات مثل صناعة السيارات والأثاثة لتكون مصر مركزاً إقليمياً تجارياً لدول العالم المختلفة مع النفاذ بشكل أكبر للسوق الإفريقية بتطوير حركة النقل اللوجستية للأسواق الإفريقية وتمتلك مصر تنوعاً كبيراً في صادراتها ما بين الخضروات والفاكهة والمنسوجات والملابس الجاهزة والأسمدة بجانب الأثاثة وتسعى مصر لتنويع صادراتها والدخول في تجميع وتصنيع السيارات هذا بجانب كونها مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز المسال لأوروبا من مصر آمر موسى